رسميا جاء رد طهران هذه المرة خلافا للمواقف والمواقف النقيضة التي دأب المسؤولون الإيرانيون على بثها منذ تسلم عرض الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع أكتوبر من العام الماضي فطهران أبلغت الوكالة عبر مذكرة مكتوبة رفضها أجزاء رئيسية في الاتفاق الذي ينص على إرسال 70% من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى الخارج مقابل الحصول على وقود لمفاعل الأبحاث ويهدف الاتفاق إلى تقليل كمية اليورانيوم الموجودة دي إيران إلى مستوى أقل من الكمية اللازمة للاستخدام في سلاح نووي إذا تم تخصيبها بدرجة عالية من النقاء وفيما لم يتم الكشف عن مبون مذكرة فإن طهران كانت أعلانات مسبقا بأنها ترفض إرسال اليورانيوم منخفض التخصيب إلى الخارج وعرضات بديلين يتمثلان في إجراء استبدال مباشر يتم في إحدى الجزر الإيرانية في الخليج أو شراء الوقود مباشرة ويتوقع أن يزيد هذا الرفض الضغوط على طهران خصوصا وأن المهلة التي حددها الغرب للرد على العرض انتهت مع نهاية العام الماضي إلا أن المسؤولين الإيرانيين بدأوا عابئين بهذه المهلة بل وحدد وزير الخارجية من شهر متكي مهلة للغرب للرد على اقتراحاتهم تنتهي مع نهاية الشهر الحالي ويستند الموقف الإيراني على معارضة بعض الدول في مجموعة الست لفرض أي عقوبات جديدة وكانت هذه الدول اجتمعت قبل بضعة أيام في نيويورك لبحث هذه المسألة إلا أنها خرجت دون اتفاق ناقشنا الوضع ولدينا تقييم واقعي الاجتماع لم يصل إلى نتيجة حاسمة على اعتبار أننا لم نتخذ أي قرار بعد وما لم يقله المندوب الروسي قالت الصين علانية لجهة رفضها أي عقوبات جديدة على طهران لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانت واضحة لجهة الكشف عن أن بلادها تعد لعقوبات جديدة على إيران في حال لم تغير موقفها واستبقت الجمهورية الإسلامية أي رد إن كان على صيغة عقوبات أو غيرها بالتهديد على لسان وزير دفاعها أحمد وحيدي بأن بلاده سترد بضرب صفن حربية في مياه الخليج إذا ما طردت لهجوم بسبب برنامجها النووي فراس كيلاني بي بي سي